السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذنا العزاء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي درسنا لهذا اليوم محفوظة الفلاح من يقوم بمهنة الزراعة؟ صحيح الفلاح هو من يقوم بمهنة الزراعة ما هي صفات الفلاح؟ نشيط صحيح وصبور ومواظب ومثابر فهو نشيط لأنه يستيقظ كل صباح كي يسقي المزروعات ومواظب ومثابر على متابعة أعمال الزراعة وأيضا هو صبور لأن الزرع يحتاج إلى وقت طويل كي يكبر وينضج ويقطف ثماره وأيضا هو قوي لأن مهنة الزراعة تحتاج إلى جسد قوي كي يستطيع زراعة المزروعات والنبات والخضروات والفواكه لنقرأ معنا الأبيض أنا الفتى الفلاح في صنعة الفلاح مثل اليراع فأسي والحقل مثل الطرس والماء في القناة مداد مزروعاتي والشجر المصطور كتابي المنشور فليدر قومي من أنا أنا لهم رأس الغنى أرضي وفأسي ويدي هن حياة البلد معاني المفردات الفلاح أي النجاح اليراع القلم الطرس ورق الكتابة أو القرطاس مداد حبر فليدري فليعلم أنا الفتى الفلاح في صنعة الفلاح في صنعة الفلاح أن في هذه المهنة النجاح مثل اليراع فأسي يشبه الفأس الذي يحرث به الأرض كالقلم والحقل مثل الطرس أي أن هذا الحقل كورقة أكتب عليها والماء في القناة قناة الري وهي حفرة مستطيلة فيها ماء مداد مزروعاتي يشبه الماء بمداد لمزروعاته مداد معنى مداد كحبر لمزروعاته والشجر المصطور إن هذا الشجر المصفوف والمتناسق كتابي المنشور يشبهه بأنه ككتاب له قد نشر يقرأه كل الناس ويشاهده كل الناس فليدري قومي من أنا فليعلم أهلي وناسي وأهل بلدي من أكون أنا أنا لهم رأس الغنى أي أنني أغلى شيء يمتلكونه أرضي وفأسي ويدي هن حياة البلدي فلولا أرضي وفأسي ويداي لم يكن هناك حياة في هذه البلد في هذه البلد وللفلاح دور كبير في إنماء الثروة الوطنية فهو يؤمن معظم المواد الغذائية اللازمة للبلاد ويساهم في رفع الاقتصاد فالفائط عن حاجة البلاد من الثمار والمزروعات يمكن تصديرها إلى بلاد أخرى ويساهم أيضا في تأمين بيئة مناسبة لبعض الحيوانات فيزيد من إنتاج الثرواء الحيوانية ويستقطب أيضا السياح من كل مكان لمشاهدة هذه الأراضي الزراعية الجميلة والواسعة التي تسر النظر وتريح النفس حوار السؤال الأول بما شبه الشاعر الفأسة؟ وبما شبه الحقلة؟ وبما شبه الماء؟ السؤال الثاني ما دور الفلاح في إنماء الثروة الوطنية؟ السؤال الثالث حياة البلد في رأي الفلاح تتمثل بأشياء هي ألف باء وجيم أترك لكم الإجابة عن هذه الأسئلة في دفاتركم وحفظ أربع أبيات من النص شكرا لكم ولحسن متابعتكم